الخير يسعدنا أن نستضيف هذه الليلة في منبر سونا لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترجال الأموال ليطلعون على آخر تطورات نشاطهم وعملهم وأتشرف بأن أقدم سيد محمد الفتيسي ليمان عضو مجلس السيادة ورئيس المناوب للجنة أفضل أستاذ محمد الفتيسي شكراً أستاذ محمد، مساء الخير، السلام عليكم نحن في لجنة إزالة التمكين بنواصل عملنا باستمرار وما بنتوقف رغم كل الظروف الصحية والإجازة في يوم العطلة في يوم الجمعة وذلك لعلمنا الأكيد أن إزالة التمكين واحد من أهم مطلوبات الثورة كما أنها مرتبطة ارتباط والسيق بالظرف السياسي والاقتصادي الذي نعيشه اليوم عدد كبير جداً من الناس الخرجوا في السورة وشاهرين هتافهم من أجل التغيير كانوا يريدون تفكيك دولة التمكين لصالح دولة الوطن وكانوا يطالبون باسترداد الأموال التي تم نهبها والتي تم تخصيصها لصالح مجموعة صغيرة جداً لذلك لا يستغيم أن هذا جزء من الأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً التي عيشها أبناء الوطن السوداني اليوم ناتجة بصورة أساسية من اختلاص غلة من أبناء هذا الوطن غير بارين به على أموال أخوانهم السودانيين لذلك مواصلتنا المستمرة رغم أنها تسيرة ببطء ولكنها يومية ومتصلة ومتواصلة ونأمل أن تفضي إلى نتائج في الغريب العاجل اليوم عندنا عدد من الغرارات واحد من الغرارات مختص باسترداد عدد كبير جداً من العغارات التي استولى عليها منسوبي النظام السابق طبعاً هم كانوا يدخلون على الأراضي الزراعية ويحولوها إلى أراضي سكنية ثم يسجلوا هذه الأراضي بأسمائهم من غير وجه حق لذلك كان من العادي جداً أن تجد شخص لديه مئة قطعة أرض 200-300-400 حصلنا اليوم على حصيلة وافرة ولكن ما زلنا ندرس مزيد من الملفات ونريد أن نتأكد أكثر لذلك عدد الأراضي التي تعمل عليها اللجنة تتجاوز الألفين قطعة أرض ولكن سنبدأ الليلة بـ 156 قطعة أرض يملكها ثلاثة من منسوبي النظام البايد كما أن اللجنة ستتخذ اليوم غرار هو من أكبر الغرارات التي تخذتها خلال مسيرتها منذ تم تكوينها بغرار من المجلس السيادي والوزاري المشترك وهو تفكيك واحد من أكبر مؤسسات الجبهة الإسلامية والنظام البايد الذي كانت تمول الحزب بصورة مباشرة وتحتوي على عدد كبير جدا من الشركات وتحتوي على عدد كبير جدا من الأجهزة التي لديها ارتباطات وسيغة بالجهاز الأمني لتنظيم الإسلامي لذلك سنسمع مزيد من الدعوات التي تطالب بالتشن الهجوم على لجنة إزالة التمكين لأنها أعتقد أنها وصلت إلى المناطق التي سوف تجعل عدد كبير جدا من منسوبي النظام البايد يصرخون ويطالبون بتخفيف هذه الإجراءات كما شاهدنا في الأيام السابقة أو كما شاهدنا في الفترة السابقة نحن في حرب مفتوحة مع هذا التنظيم ونحن سوف نواجهه بمزيد جدا من الإجراءات الغوية ونطالب غوى السورة بأن تفتع أعينها على مكتسبات السورة وبأن تساند هذه الغرارات وأن تكون غريبة جدا لحماية سورتها أنا أقدم لكم الأستاذ المحامي طاه عثمان عضو لجنة الأراضي ومن بعده الأستاذ وجي صالح أيضا عضو اللجنة العليا لإزالة التمكين حتى يتلو عليكم الغرارات التي تم اتخاذها اليوم ونعيدكم بمزيد من الغرارات خلال هذا الأسبوع شكرا جزيلا مساء الخير في إطار أمل لجنة التفكيك واللجنة العراضي أصدرت لجنة العراضي أدت من قرارات متعلقة بأعقارات للرموز النزام السابق الذين شمروا حولهم القرارات هم من رموز النزام السابق وعطى السورة والقانون التفكيك من أجل التفكيك هؤلاء استخلوا مناصبهم ووضعهم السياسي في إسراء مجبوح وكانوا قبل 89 مواطنين عاديين ولكن بعد في قلال التلاتين سنة كلنا من عالم أن تمكين النزام كانت جزء من أساسه في الفساد والسراء استقلالا للوظيفة واستقلالا للمكان القرار بتخص ثلاثة من الرموز وهي جزء من قرارات كثير لجنة العراضي بتعكب في عمل كثير فيها حوالي ثلاثة ألف قدعة الآن خلصت من جزء وعمل اللجام مستمير تساشت عيامة قادمة جزء من قرارات القرارات الصدر الآن فيها ثلاثة أشخاص هم أبد الحليم إسماعيل المتعافي محمد وحاشم أثمان الحسين سعد وعلي أحمد علي كرتي الأول أبد الحليم المتعافي كان مؤتمد ثم وزيرا للزرعة وكذلك حاشم أثمان الحسين كان مسؤول التنظيم بالشرطة وكان مدير لمكتب المخلوق أمر ربالشير وأيضا أحمد علي كرتي كان منسخ للدفاع الشابي ومسؤول الأمن الشابي والمسؤول العسكري للتنظيم وكذلك أيضا تخلد منصب وزير الدولة بالعدل وكذلك وزير الخارجية من خلال هذه المناصبهم ومن خلال انتمائهم للنزام السابق والتنظيم استقلوا ذلك في إسراء إلى نص القرار قرار رقم 145 استردار أخارات استنادا على المادة 7 الفقرة ألف باء من قانون تفكيك نزام السلاثين من هليو 89 وإزالة التمكين 2019 والمادة 12 الفقرات 3 إلى 6 ووفقا لسلطات اللجنة إزالة التمكين ومحارة الفزاد واسترداد الأموال نصدر الخرار العاتي نصف أولا تسترد الأخارات الممينة بالكشف المرفق مع هذا الخرار من الملاك المسجلين لسالح وزارة المالية والتقطيد الاقتصادي ثانيا تسجل الأخارات باسم وزارة المالية والتقطيد الاقتصادي ثالثا على الجهاز تصلة وضع خرار موضع التنفيذ القرارات الخاص بابدو الحليم المتعافي أدت 2 قطعة وكذلك القرارات الخاص بحاشم أثمان الحسين أدت 32 قطعة وكذلك القرارات الخاص بألي أحمد ألي كرتي أدت 99 قطعة هذه جزء من أدت كثير لأخارات قلنا في هدوث 3000 قطعة أو ما يزيد تعمل اللجنة تفاصيل الأخارات القطعة رقم 722 المساحة 360 المدينة حلفاية المربع 21 المحلية بهري كذلك قطعة الحلفاية المربع 21 371 المساحة 360 باسم أبد الحليم إسماعيل المدعافي بهري الحلفاية المربع 21 رقم القطعة 732 المساحة 360 متر أبد الحليم المدعافي قطعة رقم 21 738 المساحة 389 باسم أبد الحليم إسماعيل المدعافي بهري أيضا الحلفاية مربع 21 الرقم القطعة 764 المساحة 355 باسم أبد الحليم المدعافي كذلك قطعة مدينة بحري الحلفاية المربع 21 رقم القطعة 780 المساحة 360 أيضا قطعة رقم 782 المساحة 360 أيضا الحلفاية قطعة رقم 787 المساحة 360 الحلفاية قطعة رقم 795 المساحة 681 الحلفاية قطعة رقم 7 المساحة 300 الحلفاية قطعة رقم 34 المساحة 300 الحلفاية جدا رقم 62 المساحة 375 الهلفاية جدا رقم 63 المساحة 300 الهلفاية جدا رقم 78 المساحة 375 الهلفاية جدا رقم 78 المساحة 375 الهلفاية جدا رقم 139 المساحة 470 الهلفاية جيد على رقم 152 المساحة 338 الحلفية جيد على رقم 183 المساحة 375 الحلفية جيد على رقم 184 المساحة 375 الحلفية جيد على رقم 24 المساحة 470 الحلفية قطع رقم 204 المساحة 500 الحلفاية الأراضي المذكورة سابقا كلها باسم السيد أبد الحليم المتعافي وكله بمدينة بحري الحلفاية وهي جزء من أراضي كثير لكن لن يمواصل فيها وسوف تكشف عنه في الأيام السابق كذلك الأراضي الخاص بالسيد حاشم أثمان الحسين قطع رقم 34 المساحة 130 السوق المحلي مربع 34 رقم القطع 611 السوق المحلي 34 رقم القطع 10822 المساحة 100 متر السوق المحلي القطع رقم 34 651 المساحة 130 السوق المحلي القطع رقم 1 مساحة 400 رقم القطع 245 امتداد البراري القطع رقم 3 على 1 12 74 المساحة 30 ابو عدم القطع رقم 194 المساحة 434 الاسهري مربع 27 القطع رقم 196 المساحة 434 الاسهري مربع 27 القطع رقم 434 المساحة 434 مربع 27 الاسهري ايضا قطع مربع 27 رقم القطع 246 المساحة 434 قطع رقم مربع 1 القطع رقم 695 المساحة 657 السلمة قطع رقم 309 المساحة 340 المربع 15 الجريف الشرك ايضا قطع رقم 390 المساحة 300 المربع 15 الجريف الشرك قطع رقم 570 المساحة 340 مربع 15 الجريف الشرك قطع رقم 628 المساحة 300 مربع 15 الجريف الشرك قطع رقم 665 المساحة 379 مربع 15 الجريف الشرك قطع رقم 670 المساحة 330 مربع 15 الجريف الشرك قطع رقم 670 المساحة 330 مربع 15 جريف شريك قطعة رقم 1032 المساحة 320 مربع 15 جريف شريك قطعة رقم 1033 المساحة 358 مربع 15 جريف شريك قطعة رقم 156 المساحة 156 رقم 483 مربع 42 الحاج يوسف قطعة رقم 10 المساحة 135 جريف شريك قطعة رقم 10 المساحة 135 جريف شريك قطعة رقم 11 المساحة 130 سوق الجريف شريك قطعة 13 المساحة 40 سوق الحاج يوسف قطعة 438 على 3 المساحة 156 المربع 42 سوق الحاج يوسف قطعة 360 المربع 21 رقم القطعة 199 المساحة 360 السورة كاريري قطعة 330 المساحة 300 الحار الرابع السورة قطعة 1488 على 1 مساحة 531.25 سوق كافوري مربع 3 قطعة 454 المساحة 500 المجاهدين قطعة رقم 500 المساحة 500 قطعة 297 المجاهدين قطعة رقم 276 المساحة 500 المجاهدين القطعة المسكورة تخص الرمز النظام السابق حاشم الحسين فهو كان والد للقرطوم ومدير لمكتب الرئيس المقلوق السابق قطعة رقم 6 مربع 6 اللاماب قطعة 160 على 4 المساحة 300 باسم علي احمد كاريري بحري شمال المربع 23 رقم القطعة 1 المساحة 500 باسم احمد علي كاريري بحري شمال قطعة رقم 2 المساحة 478 علي احمد كاريري قطعة رقم 3 المساحة 574 المربع بحري شمال باسم علي احمد كاريري قطعة رقم 4 545 باسم علي احمد كاريري قطعة رقم 5 المساحة 574 باسم أحمد علي كرتي قطع رقم 6 574 المساحة المربع بحري شمال باسم أحمد كرتي قطع رقم 7 المساحة 2106 بحري شمال المربع 23 باسم أحمد علي كرتي قطع رقم 690 قطع رقم 8 المساحة 609 المربع 23 المدينة بحري شمال قطع رقم 9 588 المربع 23 قطع رقم 10 المساحة 642 المربع 23 قطع رقم 11 المساحة 510 المربع 15 المساحة المساحة 440 المربع 23 قطع رقم 16 المساحة 487 مربع 23 بحري شمال قطع رقم 17 المساحة 473 بحر شمال مربع 23 قطع رقم 25 المساحة 437 بحر شمال قطع رقم 437 قطع رقم 26 المساحة 437 المربع 23 بحر شمال قطع رقم 652 المساحة 652 رقم القطع 27 المربع 23 بحر شمال قطع رقم 28 المساحة 500 أيضا بحر شمال قطع رقم 29 المساحة 500 المربع 23 بحر شمال قطع رقم 30 المساحة 500 المربع بحر شمال 23 قطع رقم 31 المساحة 581 بحر شمال مربع 23 قطع رقم 32 المساحة 446 بحري شمال قطع رقم 33 المساحة 423 بحري شمال قطع رقم 543 افواً قطع رقم 34 المساحة 543 مربع 23 بحري شمال قطع رقم 35 المساحة 543 المربع 23 بحري شمال قطع رقم 36 المساحة 543 مربع 23 بحري شمال قطع رقم 37 المساحة 543 بحري شمال قطع رقم 43 المساحة 4300 بحري شمال قطع رقم 44 المساحة 437 مربع 23 بحري شمال قطع رقم 45 المساحة 437 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 45 المساحة 437 بحر شمال قطع رقم 46 المساحة 437 بحر شمال قطع رقم 47 المساحة 437 بحر شمال قطع رقم 48 المساحة 543 بحر شمال قطع رقم 58 المساحة 745 بحري شمال قطع رقم 59 المساحة 535 بحري شمال قطع رقم 60 المساحة 548 بحري شمال قطع رقم 61 المساحة 719 بحري شمال قطع رقم 62 المساحة 581 مربع 23 بحري شمال قطع رقم 63 المساحة 535 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 64 المساحة 779 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 66 المساحة 500 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 67 المساحة 500 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 68 المساحة 500 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 69 المساحة 500 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 70 المساحة 500 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 71 المساحة 500 مربع 23 بحر شمال جدع رقم 552 المساحة 72 مربع 23 بحر الشمال جدع رقم 545 المساحة 73 مربع 23 بحر الشمال جدع رقم 545 المساحة 74 بحر الشمال المساحة 545 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 79 المساحة 526 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 76 المساحة 378 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 77 المساحة 400 المربع 23 بحر شمال قطع رقم 78 المساحة 400 المربع 23 بحر شمال قطع رقم 79 المساحة 459 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 80 المساحة 608 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 81 437 المساحة المربع 23 بحر الشمال قطع رقم 82 المساحة 437 المربع 23 بحر الشمال قطع رقم 82 المساحة 437 بحر الشمال قطع رقم 83 المساحة 437 بحر الشمال قطعة رقم 84 المساحة 437 بحر الشمال قطعة رقم 85 المساحة 437 مربع 23 بحر الشمال قطعة رقم 86 المساحة 437 مربع 23 بحر الشمال قطعة رقم 87 المساحة 723 مربع 23 بحر الشمال قطعة رقم 88 المساحة 570 مربع 23 قطعة رقم 89 المساحة 577 مربع 23 قطعة رقم 90 المساحة 529 مربع 23 قطعة رقم 91 المساحة 512 مربع 23 قطعة رقم 92 المساحة 494 مربع 23 قطعة رقم 93 المساحة 432 مربع 23 قطعة رقم 94 المساحة 365 مربع 23 قطعة رقم 95 المساحة 671 مربع 23 قطعة رقم 96 المساحة 671 مربع 23 قطعة رقم 97 المساحة 546 مربع 23 قطعة رقم 98 المساحة 546 مربع 23 قطعة رقم 99 المساحة 546 مربع 23 قطع رقم 100 المساحة 546 بحر شمال قطع رقم 101 المساحة 546 بحر شمال قطع رقم 102 المساحة 546 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 109 المساحة 520 المربع 23 بحر شمال قطع رقم 110 المساحة 524 مربع 23 بحري شمال قطع رقم 111 المساحة 541 بحري شمال مربع 23 قطع رقم 112 المساحة 550 مربع 23 بحري شمال قطع رقم 113 المساحة 440 بحري شمال قطع رقم 114 المساحة 437 مربع 23 بحري شمال قطع رقم 115 المساحة 435 مربع 23 بحري شمال قطع رقم 116 المساحة 435 مربع 23 بحري شمال قطع رقم 117 المساحة 744 مربع 23 بحر الشمال قطع رقم 118 المساحة 632 مربع 23 بحر الشمال قطع رقم 327 المساحة 557 بحر الشمال قطع رقم 328 المساحة 514 مربع 23 بحر الشمال قطع رقم 512 المساحة 360 مربع 23 بحر شمال قطع رقم 513 المساحة 360 المربع 23 بحر شمال هذه الأراضي مسجلة برمز من رموز النظام السابق علي كارتي قدد القطع المسجلة بجزء من أسماء مرتبط بو في حدود 343 قطع هناك أيضا قطع من الأراضي تم التصرف فيها فاللجنة مباشرة في عملها وسوف تكشف عن كل الرموز وكل ما نحق من أموال الشعب السوداني سوف تسترد للشعب السوداني شكرا جزيلا تحية لكم نواصل في قرارات اللجنة وكما ذكر أستاذ الله أن كل الأراضي الزكرة هي بالتخصيص ولم تقول إليهم عن طريق الشراء خصصت لهم من قبل الحكومة قرار رغم 156 حل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية استنادا على المادة 7 الفغرات 1 بأ 2 والمادة 12 الفغرات 3 و 6 من غانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو 89 وإزالة التمكين لسنة 2019 ووفقا للسلطات الممنوحة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تصدر اللجنة القرار الآتي نصه أولا إلغاء تسجيل وحل منظمة الدعوة الإسلامية المسجلة بموجب غانون الهيئات التبشيرية لسنة 1962 ثانيا توصي اللجنة بإلغاء غانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990 ثالثا حجز واسترداد كل أموال وحسابات وأصول منظمة الدعوة الإسلامية وفروعها داخل السودان وخارجه العقارية والمنغولها ومغارها ودورها وشركاتها وكل اثثماراتها رابعا إلغاء سجيل كل الشركات وأسماء الأعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية خامسا تأول كل الأموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسم منظمة الدعوة الإسلامية لوذارة المالية والتخطيط الاقتصادي سادسا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتغالي رئيس اللجنة المناوية لماذا كان هذا القرار؟ أولا منظمة الدعوة الإسلامية تسجلت ابتداءا قبل الثلاثين من يونيو بموجب قانون الهيئات التبشيرية لسنة اثنين وستين وبمجرد غيام الانقلاب المشؤوم من انقلاب الثلاثين من يونيو الذي أضاع على الشعب السوداني ثلاثين عام من عمره تم الاستفادة من هذه المنظمة في ترتيب في الترتيب للانقلاب وتم تسجيل بيانة الانقلاب بثلاثين من يونيو داخل مقر المنظمة وبمجرد نجاح الانقلاب والاستيلاء على السلطة تم إصدار قانون سمي بقانون منظمة الدعوة الإسلامية في سنة تسعين ولعلم الشعب السوداني أن المنظمة الوحيدة التي أنشئت بموجب قانون خاص كل المنظمات الطوعية تم تسجيلها بموجب قانون العمل الطوعي والإنساني ومسجلة لدى مفوضية العون الإنساني أو مسجلة بموجب قانون 62 للمنظمات الدينية والتبشيرية لكن تم استثناء ذلك حتى تمنح هذه المنظمة سلطات تكاد أن تكون تفوق سلطات الأجهزة الحكومية وأجهزة الدولة صدر القانون لعام 1990 في شهر 5 يعني بعد أقل من عام من الإنقلاب جعلوا من رئيس هذه المنظمة هو رئيس الجمهورية والأغرب من ذلك أن هذه المنظمة ليس لها أي جمعية عمومية يعني ما عندها عضوية نظامها الأساسي إنها هي نشرة دعوة الإسلامية بين غير المسلمين داخل وخارج السودان ولكن ذات الغانون الذي نصه على هذه الأهداف والنظام الأساسي لمنظمة الدعوة الإسلامية جعل من هذه المنظمة الحق في أن تعمل في مجال الاستثمارات وكانت هذه المنظمة وشركاتها ومؤسساتها هي الزراع الأساسي لنظام السلاسين من يونيو لتمكين هذا التنظيم من السيطرة على كل مقاليد الأمور السياسية والأمنية والسياسية والاقتصادية فكانت هذه المنظمة هي الدولة الحقيقية التي تدير البلاد أغرب من ذلك أن مجلس أمناء هذه المنظمة بموجب النظام الأساسي يتشكل من خمسين عضو نصل النظام الأساسي بأن يكون على الأقل عشر أعضاء من مجلس الأمناء من غير السودانين وده طواعا طوالب رجعنا لماذا كانت تفعل هذه المنظمة وهذا التنظيم الذي تصلت على رغابنا طوال الثلاثين عاما ولماذا تم النص في هذا النظام الأساسي بأن يكون عشر أعضاء هم على الأغل طبعا ويمكن أن يزيدوا ويمثلوا العشر الأعضاء من الخمسين طبعا عشرين في المئة أيضا منح حصانة دبلوماسية وحصانة حتى قضائية حتى تم النص في القانون نفسه بعدم مؤاخذة أعضاء هذه المنظمة ومديريها والعاملين فيها وموظفيها من المؤاخذة القضائية أو أي إجراءات قانونية ولذلك جعلوا عضوية هذه المنظمة ومديريها وأعضاء مجلس أمناها فوق كل القوانين السودانية الغانون نفسه الذي وصينا بإلقاءه الآن يمنحهم الحق والحرية والتحرك المطلق عضوية المنظمة وموظفيها الأجانب معفيين ومستثنين من كل القوانين الداخلية وقانون الهجرة فكل شيء كل قوانين الهجرة ما يحتاجوا فيزا ما في ظل بفتشهم وكل عرباتهم وكل دورهم تم النص في الغانون بأنه لا يجوز لا تفتيش لا الاستيلاء عليها أو حتى مصادرة كما يقولون في النص الوارد في الغانون إلا بإذن المنظمة كيف هذا شيء قريب أيضا منحت هذه المنظمة حق التعامل بالنغدى الأجنبي ومش كده بس في التعامل بالنغدى الأجنبي الغانون أيضا منح هذه المنظمة حق نقل الأموال والنغدى الأجنبي من داخل السودان إلى خارج السودان وشان كده الناس يجب أن تعرف كيف كانت تهرب أموال الشعب السوداني وعملاته الصعبة إلى خارج البلاد بموجب القانون أيضا منحوا إعفاءات الغانون نص على منحهم إعفاءات من كل الرسوم الجمركية وطبعا لما أتكلم عن منظمة أتكلم عن منظمة خيرية أتكلم عن مؤسسات استثمارية غامت بموجب قانون هذه المنظمة منحهم الحق في الاستثمار ثم أعفاهم نفس القانون وشوفوا من سنة التسعين لحد اليوم الإعفاءات هي أن شنو كل الرسوم الجمركية معفين من الضرائب معفين من كل الرسوم الحكومية معفين من العوايد ما في الرسم على هذه المنظمة يمكن تحصيله أو مؤسسات الاقتصادية من الدولة أيضا تم النص في هذا القانون على نص قريب أن المنظمة تمنح بموجب القانون الأراضي والعقارات بما فيها الأراضي السرعية إلزام على الدولة أن تمنح هذه المنظمة الأراضي فقط ما على المنظمة بموجب هذا القانون أن تتغدم سوى أن تتغدم بالطلب للحكومة بمنح هذه الأراضي ولذلك الشعب السوداني كله شاف كيف تمددت مؤسسات منظمة الدعوة الإسلامية وأصبحت تسيطر على حركة الاختصاد السوداني وعشان كده الناس ما تتكلم لما تجي تقول والله يا أخي منظمة الدعوة الإسلامية الآن نحن حلينا هذه المنظمة لأنها كانت منظمة للدعوة الإسلامية كلكم سمعتوا في القرار القبل قرار حل المنظمة وأراضي التي استولوا عليها بموجب التخصيص مش بشيرة إذا افترضنا فقط أنهم عندهم أمصلا أموال اشتروا بها كلها كان تسخير كل إمكانيات الدولة وهي إمكانيات الشعب السوداني والسيطرة عليها شخص واحد يمتلك أكثر من 380 قطع والأراضي الحسد قالت لي برضو دي للناس اللي كانوا مشروع ما يسمى بالمشروع الإسلامي لكذا نحن لا نستهدف الإسلام ولا نستهدف أي منظمة إسلامية دعوية وكل مؤسسات الدولة وقانونها الموجود يفتح لهذه المنظمة حق العمل الدعوي والتبشير وحق الدعوة مكفول وحق التنظيم أيضا قيام تنظيمات دعوية مكفول ولكن منظمة الدعوة الإسلامية لم تكن تعمل في مجال الدعوة ونشر الدعوة الإسلامية كل المشروعات الموجودة على نطاق السودان أو الموجودة في الخارج حاجة بسيطة حتى اجتماعيا ونهبت ثروات الشعب السوداني هناك بعض العقارات الموجودة خارج السودان وكانت مسجلة باسم حكومة السودان تم تسجيل باسم منظمة الدعوة الإسلامية بدون قانون وبدون صدور أي قرار من الجهات الحكومية المعنية أنا أفتكر أنه ما اتخذناه اليوم هو الروح السورة ما اتخذناه من قرار اليوم في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال هي خطوة من مشروع كبير نحن مستمرين فيه وزي ما ذكروا المتحدثين من قبل أنه نحن ندرس ملفات عديدة وسنسور فيها لكن فيما يتعلق بمشروعات منظمة الدعوة الإقتصادية أو منظمة الدعوة الإسلامية الإقتصادية واستثماراتها بمجيبة تمكنت وممكنت أنا أعطي الفرصة للدكتور صلاح مناء ليوضح بعض هذه المشروعات بسم الله الرحمن الرحيم مواصلة أنا بقول منظمة الدعوة الإسلامية هي كلمة حق التي أردها بها باطل طيلة فترة تلاتين سنة يعني قبل واحدة تلاتين سنة إلا شهرين تم تسجيل بيان الأول لنظام الإنقاذ البائد وتم السيطرة الكاملة عبر مؤسسات منظمة الدعوة الإسلامية خاصة مجموعة الدانفوديو هي مجموعة تعمل في قطاعات عديدة تسيطر السيطرة كاملة على الاقتصاد السوداني والناس على علم بها شركات عديدة في كل القطاعات في البترول في قطاعات البناء والتشهيد وده المدرسة التي فرقت كل مهندسي أكسة الأمن من صلاح قوش إلى كمال عبداللطيف إلى كل المهندسين محمد عطا هم خريجي مدرسة دانفوديو وهي المدرسة التي سيطرت ومارست أبشع أنواع الأساليب في تعزيم الشعب السوداني ودانفوديو كانت تمتلك كل المكاتب الخارجية للمكاتب التجارية خاصة في الصين وكانت تتحصل على نسبة واحد في المية من القروض واحد في المية من القروض قروض من الصين كانت حوالي سبعة مليار دولار كانت تتحصل على واحد في المية للمكتب التجاري الذي كان يديره إبراهيم موسى ممثل دانفوديو والسفير عمر عيسى كان مدير المكتب وأيضا مكتب كوريا أيضا بنفس الطريقة وفي ماليزيا وفي تركيا فدانفوديو لها أزرع كبير جدا في السيطرة وحتى توكيلات الشركات الصينية التي كانت تعمل في الداخل دانفوديو كانت هي تمثلة وكانت تأخذ معظم المشاريع لها سلطة تنفيذية طبعا لها سلطة قوية جدا في الدولة فبالتالي كان عندها الحق الأولى في تنفيذ كل المشاريع وشركاتها والتوكيلات من الشركات الصينية والتوكيلات للسيارات أو غيرها فهي زراع اقتصادي كبير جدا لا علاقة له بالدعوة الإسلامية البت سالكا للنقل برضو من أكبر شركات النقل ونحن نعرف تماما أن الدعوة الإسلامية لقير المسلمين لا علاقة لها بالنقل لكن هذه شركة هو زراع اقتصادي وزراع أمني ومؤسسة من نظام دعوة الإسلامية مقرها كان هو مقر كل الاجتماعات التي تعقد في بداية الإنقاذ يعني كان مقر يعمل 24 ساعة وكان يدار السودان من ذلك المقر إلى أن جاء الترابي للبرمان صار إدارة الدولة مكشوفة للكل من الدولة لكن قبل ذلك كان منظمة الدعوة مقرها في الرياض مساحته 10 ألف متر مربع هو مقر به مباني وبه كل الأشياء ومحصن تماما لا يتمكن أحد من الدخول لهذا المقر إلا من العاملين فيه أو بإذن من العاملين فيه في المجلس الأفريقي للتعليم الخاص هي طبعا مدارس تعليم خاص كانت لا تمتلك للمنظمة أول ما تم حل المركز المنظمة التي تتبع لها تم تحويل اليافطة إلى منظمة الدعوة الإسلامية في مؤسسة التأهيل وتدريب الدعاء في مؤسسة الصحة العالمية تمتلك مؤسسات صحية كبيرة جدا استثمارية بحتة لا علاقة لها بالدعوة في الجمعية الأفريقية الخيرية لرعاية الأموم والطفولة أيضا في محط مبارك قسم الله للبحوث والتدريب في مؤسسة سوارة الدهب للسلام والتنمية في الجهاز العام للإستثمار الجهاز العام للإستثمار طبعا هو جهاز كبير جدا استثماري يمتلك أراضي أفدنة كثيرة جدا أنا لا أتمكن من ذكرها الآن واستثمارات حتى خارج في ولاية الجزيرة وفي ولاية الأخرى وأراضي شاسعة جدا لا علاقة لها بالدعوة وهي ساهمت في فصل السودان إلى دولتين فإن كانت هناك منظمة للدعوة كانت بالأجدر أن يكون السودان واحدا وموحدا بدل ما كانت تؤسس لمنصات الجهاد وكانت هي الصبر رئيسي في فصل السودان أيضا لها فرع خارج السودان لها فرع في قطر وفي اليمن وفي البحرين والأمارات وأنا يعني بفتكر أنه الغرار صائب لأنه هذه المنصة الأولى التي تم فيها الإعداد لبيان النظام البائد وأيضا عن طريق شركة خاصة لهم للإنتاج الفني وقد غيل من كان يقوم على هذه الشركة في قرارة اللجنة السابقة وأنا أحب أن أشكر اللجان المقاومة التي تعمل يعني المعنى بصفها مستمرة وتمدن بمعلومات قيمة جدا جدا ونحب نشكر كل اللجان المقامة ونحن نكون على اتصال ونأخذ منهم كل المعلومات الثرة التي تقدم لتدل على كل العقارات والمواقع التي تنفع اجتماعات ونحن نحب أن نقول لكل الشعب السوداني صورتكم ما زالت مستمرة والصورة مستمرة وكل الأعمال التي يقوم بها الزواحب هي عبارة عن فرفرة مزبوح وأنا أفتكر أنه عودة الإسلاميين للسلطة عشان مبليس في الجنة وهذا أمر مستحيل بإذن الله تعالى وأيضا نبشر الشعب السوداني بقوته وسلميته لن يكون هناك انغلاب عسكري أبدا لأن هذه البلاد لا تحفظ بإلا بأن تستمر المرحلة الديمقراطية والفترة الديمقراطية كما ينبغي لها وبعدها يكون هناك تحول دمقراطي وهذا الشعب يستحق الحياة ويجب أن نناضل ونقف كلنا معا من أجل سلمية صورتنا واستمرارها بسلميتها وإن شاء الله نحقق الانتصار المنشود أنا أذكر على سبيل المثال ليس الحصر بعض العقارات المسجلة باسم منظمة الدعوة الإسلامية ومن ضمن أولا رئاسة المنظمة هي في حي الرياض بو الخرطوم المساحة 950 القطعة رغم 950 مربع 15 مساحة 10.843 متر القطعة 96 مربع 15 حي الرياض الخرطوم بمساحة 3.151 متر في حي النصر 35.000 متر القطعة رغم 156 في طيبة حسناب برضو 6 فدان في الثورة أمدرمان القطعة 3 على 2 على 1263 11 1700 متر الجديد الثورة 3000 متر القطعة رغم 2 على 23 في مربع السبيل في الكاملين في جزيرة مزارع بمساحة 152 فدان أيضاً القطعة 302 السبيل كاملين 30 فدان مدينة النيل ومدرمان الخرطوم 6020 متر مربع أيضاً القطعة 4 على 5 على 1136 العرضة ومدرمان 9265 متر دي نمازج فقط من العقارات التي كانت مخصصة لمنظمة الدعوة الإسلامية نحن بإسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نشكر كل المؤسسات الإعلامية ونشكر سونا على هذه الاستضافة وعهدنا لشعبنا أن نقوم بالمهمة التي كلفنا بها في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال حتى نسترد كل أموال الشعب السوداني ونكافح الفساد ونبني الدولة على أسس المواطنة الصحيحة والعدل والحرية والسلام شكراً جزيلا